تحت شعار طريقة الشيخية تربية للنفوس ومقاومة للاحتلال نظم المركز الثقافي الإسلامي بالبيض الملتقى الثاني لطريقة الشيخية ودور مؤسسها سيد شيخ في توحيد القبائل ولم الشمل نظمنا برنامج تاريين بحول الله تبارك وتعالى حول دور العلماء وحول العلماء فضلهم وأنهم يجمعون ولا يفرقون بحيث رأينا هؤلاء العلماء اليوم وأشباههم يفرقون أوطانهم ويفرقون جماعتهم المبادرة لقيت سحسن الحضور كونها تساهم في إحياء توراث المنطقة إلى جانب معرض الكتب الذي أقيم بالمناسبة سفدنا من خلال محاضرات لقيمتنا في هذا المركز الثقافي هذا الملتقى يجمع من جميع الفضائل فيما يخص المصالحة الاجتماعية يسعى الملتقى إلى الابتعاد عن الشعبوية وعن كثير من الأفكار التي قد تصحب هذه التظاهرة العريقة وتوسع الأفكار حول المنطقة والمدينة وثقافتها وتاريخها وفي انتظار برمجة نشاطات فكرية وثقافية أخرى يأمل القائمون على شأن المركز أن تدعمهم السلطات المحلية بالإمكانيات اللازمة لطباعة أوراق ومحاضرات مثل هذه الملتقيات